اشتركوا في القناة وعكد ان حملة الضغوط الامريكية ستتواصل على ايران لكشف اسلوبها مشددا على ان مضيق هرمز سيبقى دوما معبرا للتجارة الدولية واشار هوك الى ان امريكا ملتزمة بانزال اقسى العقوبات على ايران واضاف ان ايران تنفق مليارات الدولارات لزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط منوها الى ان الحرس الثوري يتحكم في 80% من اقتصاد البلاد